هنا مخصوص علشان اقول لحضرتك على مكونات المنحل والظروف اللي المفروض تتعمل او المكان يكون مهيئ ازاي عشان حضرتك تنشئ المنحل وايه هي مكونات المنحل بداية المكان اهم حاجة في المكان لازم يكون فيه كمية ظهور كتير ويفضل ان هي تكون على مواسم مختلفة كل مكان فيه كسافة كبيرة في الازهار كل مكان محصول العسل غزير وكميته كتير وكل مكانة كمية الازهار موجودة على مدار السنة او في وقت طويل من السنة كل مكان ايه انا يتواجد عندي كمية عسل كتير بداية احنا عندنا في مصر هنا محصول البرسيم ده بيتزرع في حوالي مليون ونص فدان بناخد منه محصول عسل كويس محصول القطن وده يعني في الاواني الاخيرة بكميات قليلة محصول الموالح وده بناخد برضو منه كمية عسل كويس في السعودية وفي الدول العربية اغلب الدول العربية بيتزرح في اماكن جبلية وبتكون اشجار اغلبها اشجار سيدرو وبعض المناطق اشجار موالح وبعض نباتات الظهور المخصصة اللي بتتزرع خصيصا للنحل زي مثلا نبات خبز النحل زي المورينجا بانواح المختلفة المورينجا الوليفيرا والبان العربي ده بيتزرع بجوار المناحل بيتزرع السيدر برضو بتكون الاماكن ده فيها كمية ازهار كتير ده بيكون مناسب لنجاح مشروع النحل بداية ان المكان هيتعمل بالشكل ده ممكن حضرتك يكون عندك اشجار متساقطة بيفضل انها تكون اشجار متساقطة زي التوت مثلا او العنب او الزنزلاخت زي ما احنا عندنا كده ماشي او اشجار الحلويات زي مثلا مش مش الخوخ البروق لان الاشجار ده بتكون مزهرة برضو ليه متساقطة لان في الشتة بتساقط الورق فبيديني تدفئة او في الصيف بتكون اوراق فبتحميل الناحل في حرارة الصيف الملتهبة خاصة في الدول العربية بتكون درجة حرارة عالية عندها ممكن لو ما فيش اشجار وحتاخد فترة على ما توصل للكلام ده ممكن ان احنا نعمل مظلة بالشكل ده اهيت المظلة بتكون من الحديدة هي اه بتكون بنبدأ نحط الحاجات الحسران ده هيت في الصيف بحيث تعمل تزليل وفي الشتة بنشيلها خلص عشان تديني تشميس في المكان بالنسبة ده طبعا هيوة المنحل ده كله اه الخلايا بتكون مكونة من ايه من القعدة مكونة من القعدة اللي هي دي مكونة من السندوق مكونة من الغطاء وبعد كده لو بصنا جوه طبعا احنا نعمل اللعمة ليه التشتير بنبدأ نشوف هنا كده ده النحلة بيبقى مكون من حوالي عشر آآ عشر اكراس تمام الاكراس ده هي بتكون من الشمع خلاص دقيقة ايه بتكون من الشمع طبعا بيبقى اطارات سلكية وبيبقى حوالين السلوك ده هي الشمع اللي بنحطه بيبقى بتكون اساسات بيبدأ النحلة بعد كده بيبنى عليها وبيشتغل عليه هو مشروع مربح جدا اهم شيء في النحل ان هو يكون فيه كمية ازهار طبعا مصدر المية تعالي هنا مصدر المية ممكن احنا نوفره بطريقة صنعية زي ما حضرتك شايف كده ممكن نعمل آآ مية مصادر مية زي كده بيبدأ النحل بيجي عليها اهو ويبدأ يشرب المية طبعا ويحتاج للماية بكلمات كبيرة وخاصة في فصل الصيف ده ما حضرتك شايف ها النحل بيشرب اهو ماشي في ناس بقى زمان كانت بتعمل النحل بالطريقة دي اللي هي الخلايا البلدية ودي طبعا مصايد بتكون مصايد لضبور البلح اللي هو من ضمن اعداء النحل اللي بيتغزة على حشرة النحل ممكن بيبقى عندي مكان فضل زي كده آآ ازرح فيه ظهور برضا او محاصيل ظهور زي مثلا النبات خبز النحل آآ او بعض المحاصيل المزهرة آآ طبعا النحل آآ بيسرح في في كطر دائرة حوالي اتنين كيلو متر حوالي اتنين كيلو متر في كل اتجاه اتنين كيلو متر آآ آآ فطبعا كل مكان اتحواليك مزارع اكتر كل مكان ده مفضل وده بيساعد على نجاح النحل بكمية اكبر